مرحبا جميعا نحن هنا من أجل قضياتنا جيدة القادة يثابرون من أجل إنقاذ الكوكب الأفراد يعانون ويأخذون ما يمكنهم أن يأخذون أجل البقاء وعندنا من ينكر ومن لا يؤمن بأن الأزمة المناخية تدر بنا لدينا قصص مشاتركم إياها أنا من بين الشباب الذين يقلكون على المستقبل أنا أول فتاة أفكر كالأكيب لأن المستقبل مظلم وهناك حريك وأعلى في كوكبنا الأرض كنت صغيرة حين شاهدت أعلى وفاتي الكاثيرين في ظروف النصابة وهذا قود مجح وردت أن أعمل لمكافحتي غير المناخ على المستوى الفردي كل شخص لديه دورنا يلعبه من أجل إنقاذ كوكب الأرض وعند هذه المرحلة بدأت بمشروع يعود اليوم وكنت في الخمسة عشر من العام رحت أزرع النباتات كذلكة لبعو وجهة التغيير المناخ أود أن أزرع أكثر من ملئيون أنبت ما هو هدفكم أنتم إنها كاعدة طبيعة العيشة من أجل الآخرين لأنه لا تأكل رزاءها خاص والأنهر لا تشغل من مئيها وليس عادلة من نسبة إلى الشباب أن نرى أن أنهر المنوس ليس من عادلة حين أنه يزيس الأمور العادلة هي أنه من العدل أن يختار قضة العالم الأرباح للحياة مؤتمر الأطراف مؤتمر أفريقيا وإذا وفر النتائج فإن علينا أن نواجه حقيقة فهذا أن لو وجود لعمل من أجنب العقادة هنالك حالة تطور بسبب الأخفاريات وإن فريقيا تصاهم بالنسبة أقل من أربعين بالمئة من خلزات الدفئة عالما أنه لا أكثر من يعاني المستقبل هو على المحاك خصوصا ونحن نتعلق الأمر بالأطفال حين نتكلم عن الأمر قد نتجعل الموضوع أو قد ننسع فهذا المؤتمر يجب أن يكون مؤتمرا مختلفا مؤتمر أفريقيا يجب أن يصغي إلى أكبر أصحاب المصلح ويجب أن يكون هذا المؤتمر مؤتمر عمالنا أيها السياسيون حين تأخذون الكلمة فالنجيل يطلب إليكم أن تتكلموا عن حالة التوارئ الكوكب هو الكوكب الواحد الذي سنحمل تركتكم فيها وإلى أطفالنا وكيف تريدون أن تتذكروا؟ هل تريدون أن يذكركم الناس على أنكم كنتم بعملنا سيء؟ أيها المنذبون أصدقائي من المحفزين عن الأبي العلم ينتظر خطة عمل تعود بالفائدة لشعوب بخطة عمل مستدامة ترسموا مستقبلنا موضع العمل مطلوب اليوم هنا في مؤتمر أفريقيا ونستطيع أن نفعل ذلك معنا شكرا جزيلا